يتحدث الكاظمي عن ساعة حساب قريبة لحاملي السلاح المنفلت ويتحدث الحلبوسي عن سلاح منفلت بأيدا شيعية ترتبط بصورة أو بأخرى برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة كيف ممكن لفصائل والجهات ترتبط بشكل وآخر بالقائد العام للقوات المسلحة وتعرق المسيرة القائد العام للقوات المسلحة تعرق المسيرة المؤسسات الأمنية توقف تقدم الملف الأمني وبعيدا عن قول رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان في العراق تبقى الميليشيات الطائفية على الأرض بسلاحها تقتل تارة ناشطي التظاهرات وتستهدف حينا القوات الأمريكية في العراق تنفيذا لأجندة إيرانية هذه الأجندة عبر عنها بوضوح السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي حين أكد أن ملف العراق بيد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري وأن إيران من هذا المنطلق لا ترغب بوجود الأمريكيين في العراق نحن بصفتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا نرغب بحضور هذه القواعد الأمريكية ولا ليوم واحد ولأن ملف العراق بيد قآني فلا حديث هنا عن السيادة أو استقلال القرار العراقي فالأمر بحسب محللين لا يتعلق بذلك وإنما يتعلق بصراع النفوذ الدائر بين واشنطن وطهران على أرض العراق والذي يعد كل من الكاظمي والحلبوسي إحدى تجلياته فالرجلان جاء إلى منصبهما بعد توافق بين الطرفين المتصارعين إذ يعلم كل طرف منهما مدى قوة الآخر وسيطرته داخل العراق ويعلم كل منهما أن لا مناصب من التوافق على بعض المسارات لا سيما السياسي منها من هنا فإنه لا أمل يرتجى في دولة تحكمها الميليشيات لصالح أجندات خارجية شرقية كانت أو غربية بينما الأمل كل الأمل في وطن يبنيه أبناؤه بجهودهم ويضحون بدمائهم فداء له ويؤمنون بأنه لا حل لأزمات العراق المزمنة إلا ببناء وطن على مبدأ العدالة والحرية والعيش الكريم